حكايتنا النهاردة مليانة فرهضة وجاري كتير مع بطالتنا نيان اللي بتعافل لوحدها عشان تخلص من شر مرات ابوها اللي بوازيطلع حياتها يا ترى هتعرف تعمل ده؟ ولا يا ترى مستنيها امير وسيم عامل فيها النور اللي في اخر النافق ما تقول شوف اين لها يحصل بيبتدي مسلسلنا وبطالتنا نيان بتسحى مفزوعة بعد ما بيكرر كابوسها اللي بتعيد فيه ذكرى مش عايزة تفتكرها ابدا وهو مشهد مامتها وهي بتنط من فوق السطح يا ساتر قدام عينيها وقالت لنلي معاه على الخط انها هتريحه منها وترتاح من الدنيا واللي فيها خالص وبعد ما بتسحى نيان بيلاقيها محتفظة بخبر موت مامتها مرات رجل الاعمال عزة بيه بعد ما اللي اكتئب سيطر عليها من عشرين سنة بس نيان بتحط احزانها على جنب وبتنزل مدرسة المميزين بتاعة مامتها اللي بتشتغل فيها لحد ما بتلاقي مرات ابوها صفرهانيم قدامها في المدرسة وساعتها بنعرف ان نيان بتسمع بس مش بتتكلم وبتقول لها الست ان الشركة مزنوقة في سيولا وباباكي والكنيا بيع كل املاكنا اللي مش مهمة ولما لقيت نيان معترضة على بيع مدرسة مامتها قالت لها كده كلامك مع باباكي وتعالي معايا في العربية نروح له وتكلمي معايا وفعلا رجبت نيان معايا بس ما توقعتش انها تخدر بيها وتخلي بلطاجية يوقفهم ويخدروها وياخدوها وبعد كل الاكشن ده بتسحن يانو بتلاقي نفسها على سرير فندق وصفرهانيم تحت بتدي مفتاح القدى الراجل قد ابوها وبتقول له العروسة الجديدة مستنياك فوق وحرفيا الست باعت بنت جوزها من غير اي تقنيب ضمير وفي قدى تانية في الفندق الغريب ده بنلاقي شاب بطول بعرض كده بياخد اكله من الولد بتاع الروم سيرفز وباللاحظ ان الولد نظراته غريبة كأنه عايز يقول ان الاكل ده في حاجة وبنعرف كمان ان فيه راجل مأجر واحدة تطلع له القدى ومزبط مع الولد داني ودخلها ويحبسهم جوه لما تيجي اما نيان فاستخبت في الدولاب والراجل اياه دخل وملقهاش جوه فقعد هو ورجالته يدوروا عليها في الممرات وساعتها كانت خرجت وفضلت تجري منهم لحد ما الولد بتاع الروم سيرفزش شافها ودخلها القدى التانية على طول وقفل عليها وده لانه تلغبت منها وبين البنت اللي كانت المفروض تيجي اصلا ولما بتدخل نيان وتتحبس جوه بتلاقي نفسي ذات الشاب اللي على الكنبة وخلص اكله ومفرفر خالصه بيقولها انتي مين وتتعملي ايه هنا وبعدين شد حلو واملها فلاقاها بتكتب نفسه عشان ما يعاليش صوته والناس اللي بيدوروا عليها يسمعوه لحد ما فيهم انها ما بتتكلمش وساعت على حاجة الاصفرة اللي تحطط له في الاكل اشتغلت وحاول يعتد عليها بكل قوته بس منتنا عدده جامد واغم عليه اول ما شاف ايده بتنزل دم فاسابته وطلعت تجري وساعتها باب القودة كانت فتح وتاني يوم بيروح بطنة شركيته الصبح وبنعرف انه اسمه مينج وانه رئيس الشركة الجديد اللي محدش توقعه عشان كل الناس كانت فاكرة ان المنصب هيروح لعمه هونج وحتى لما دخل الشركة لقى مجلس الادارة بيطبل لهونج وبيقوله ان مينج نفس قصير والشركة هتفضل شركتك يا رايس بس مينج سكتهم كلهم وسيطر على الشركة وحس هونج ان استهان بيه اما نين فرجعت البيت حدفت مرات ابوها بالشبشب وقالت لباباها اللي عملته فيها بس طبعا الراجل ما صدقهاش ورفض يشوف كاميرات الفند وقال لها مراضي ما تعملش كادا فقالت مش هتحرق طاقة على الفاضي ونهلت على موضوع المدرسة وقالت له مدرسة ماما مش هتتباع فقال لها ما تجبيش سري تمك الغشاشة دي تاني فقالت له غشاشة الحقيقية وقف جانبك رحمة ديها ألم فسابت له البيت ومشيت لما لات ان حتى ابوها مش وقف في صفها وفي الوقت ده كان مينج وصله تقرير عن اللي حصل انبارح وعارف ان هونج كان حطت له حاجة أصفرة في الأكل بس لما شاف سورة البنت اللي المفروض دخلت له القوضة قال للمساعدة انها مش هي وطلب منه يعرف مين البنت اللي دخلت له وإن اللي حصل بالزبط وفي بيت نيال خد ابوها امراته على انفراض وسألها لو كان كلام بنته صح فقالت له انها فعلا عملت كده لان الملواني بيه رجل اعمال كبير وعينه منها ممكن يساعدهم في شغلها قدام شركة مينج فقال لها هي حصلت تبيع بنتي فالبكحة قالت له ان بنته خلاص كبرت وقعد على عليهم ومش لقى حد يتجوز عشان خرصة ففين المشكلة بقى ايوة صح الراجل لازم يبقى open mind المهم المشكلة الحقيقية حصلت لما بنتها انفيسة دخلت تجري عليهم وتقول الحين يا ماما الحين يا انك النيان طلعت على الفضائيات واتخضوا لما لقوا صورة لنيان ومينج في القوضة ومنشورة في كل حتة وفي الشركة كانت الفضيحة وصلت لمكتب مينج وقعد هونج معاي يرمي كلام ويقول له استقيل حسن ما سمعت الشركة تبقى في الارض وبتحصر لك مأزاة زي يا بوك وما تشرش هم جدا كان اشرح له كل حاجة وانت طبعا عارف اننا اهل وانا قلبي عليك فهل اه طبعا نمال بس احب اقولك ان اللي معايا في الصورة دي تبقى خطيبتي مش اي بنت كده والسلام وانا هعمل مؤتمر صاحفي واشرح كل حاجة وقال في السلامة على قلبه وسعيتها الراجل وشه وجاب الوان وفيهم ان خطته فشلت بس مفيش حاجة قوة منج قدامه كده غير لما السكرتير قال له نعرف مين البنت بتاعت مبارح واستنى هونجي يمشي وقعد يبص في السيفي بتاعها وعارف انها بنت صاحب الشير كان منافسة والنها خرصة وشكله كمان كان يعرف ما متها وبعدها صمم يدور عليها عشان ينفذل في دماغه اما ابو نين فكان شيط من اللي حاصل مش عشان شرف العيلة للراح قدمها عشان علاقتهم الغريبة بعيلة مينج فامراته قالت له ان الاتنين دول مستحيل يكونوا سوا عشان بنتك عارف ان امها كانت على علاقة بابو مينج بس لو هي سكتة الناس مش هتسكت ما شاء الله على صفرهنم وهي بتهدي النفوس وياريتها فضلت ساكتة لا دي راحت الفندق لنيان وخدتها بالعافية من هناك وركبتها عربية هي ورجالتها وساعتها مينج كان لسه وصل الفندق فمشي وراهم بعربيتهم بس تاهوا منه بعد شوية ووقتها نازلوا نين في طريق مقطوع وكان الشاي بالعيب الملواني بيه مستنيها في عربيتهم بس بنتنا طلع الجامده ولو حتى مش هتعرف تسرخ فهي بتعرف تضرب حلوة قوي فقامت ضربها وطلعت تجري والرجالة يجروا وراها لحد ما مينج كان وصل وبقى هو على يمنها والرجالة على شمالها وما فيش طريق تالت بس يا حبيبتي ما لحيتش تفكر عشان الرجالة مسكوها بس ابننا جي وخلص عليهم بمضرب الباسبول وراحوا لمرات ابوها يعياته وبعدها خدها مينج بعد ما انقذها وقعدوا في الفندق وعرض عليها انها تعمل خطبته عشان يكتموا على الفضيحة اللي طالتهم هما الاتنين وهيكتب عادة بالكلام ده وهيديها كل الامتيازات زيها زي موظفين شركته بس قبل ما تكرر وسلها رسالة من المدرسة فقامت تجري على هناك ولاقت ان اشعاعات بيع المدرسة وصلت لأولياء الامور وعملين دوشة كبيرة فهدتهم وقالت لهم انها تحل كل المشاكل وتاني يوم راحت لمينج بيته الجديد وقالت له انها موفع على عرضه بشرط انه يشتري حقوق الشيرة ارض المدرسة عشان ابوها عايزي بيعاوب كده هيبقى ضرب عصفرين بحجر وعطى للشركة المنافسة ايوة ايوة بتتفي معها على ابوها بس الغريب انه رفض فرصة كويسة زي دي فقالت بس ما ساب ليش حل غير الخطيئة وراحت قاعدة جنبه وقالت له مش هتطلب لي حاجة بقى فالراجل وافق في ساعتها لما فهم انه وقع في واحدة مجنونة مستعدة تعمل اي حاجة عشان تحقق هدفها وقعوا العقد وقال لها انهم هيمشوا بنظام النقط والنقط دي بتزيت وبتقل حسب تصرفاتها ولما ربنا يكريمها وتجمع مئة نقطة هيمسكها دارة المدرسة وقال لها كمان انها مضطرة تعيش معاته لفترة العقد وطبعا قطة منطقة محزورة بس هي قسرت اول قاعدة وراحت له قطة تقول له عايز ارجع لهم هدومي قال لها على قطك وهبقى جيب لك قدوم جديدة وما فيش مروح في حتة وبعدها بشوية بعت لها رسالة وقال لها انها هتيجي معا بكرة يزوره جده والعيلة وفعلا رحت معايا وهناك طلب جده يكلمه على انفراد فسابها مع العيلة وقال لها لو عملتين محل وهزود لقنوعة وراح يشوف جده عايز ايه ولقامت عصب وبيقول له يعني سبت بنات البلك كلها ومع جبات شغل بنت العيلة المشؤومة دي فمنجا حكاله على خطته كلها ويسعيتها نظر جده تغيرته بدل ما كان شاب طايش بقى حافيده اللي مالوش غيره وقال له لما انخلص مصلحتنا مع البنت دي هجوزك سوزي بنت صاحب 2 ثانيان دي خالص وبعد ما خلص كلام معاوك انطالع عالسلم قابل عمه ولقاب يقول له انا مش عارف عليتنا مالها وما الستات عليتهم ابوك يحب امها وانت فيحب بنتها ولا الروايات فالولد قال له ما تحطنيش مع بابا في جملة مفيدة فقال له يوه نسيت انك ابن الخطيئة وما شفت شابوك قبل كده فقال له حصل يا عمي بس ما تنساش اني كمان بقيت رئيس الشركة وسلملي على الخطيئة اما انيان فكانت قاعدة وسمعت انطاطه وهم بيلموا عليها وبيقولوا اني اكيد اهلها زقوها على بنوم وخلها توقعوا بس هي صدمتهم لما عرفتهم انها بتسمع وشغلت لهم ريكورد بالايه قوي بتقول لهم فين بنوم هو اللي جري وراها وقال لها انت حب الاول وامر ليلي وينجوم سماية وهو جي وسمع التلزيق ده فقال لها مخصوم منك عشر نقط عشان الكلام ده مستحيل يطلع مني وبعدين قاعدوا يتغدوا كلهم وهي حبت تعمل فيها الخطيبة اللطيفة فقامت حطاله سمك في طبقه رحت العيلة كلها تنحت لبعض وقالوا له مش انت عندها الحساسية من السمك قال لهم اه بس مرة واحدة ما تعملش حاجة ووضت عليها وقال لها مخصوم منك عشر نقط كمان عشان كنت هتخلص عليها وتقفل المرخص بدري للناس الحلوة دي اما صفر هانم وينفسة بنتها فكانوا قاعدين بيفكروا ازاي يوقعوا بين نيان ومينج لدرجة ان بنتها اقترحت تشوط مينج وتناسين نيان خالص بس ما ميتها كانت شايفة انيه احسن لو يعيدوا اللي حصل مع ام نيان وتاني يوم قرر مينجي يعمل المؤتمر الصحفي فوض المستني نيان اللي الميكاب ارتس تسهروها تاريقة وشافوها متلقش بواحد زي مينج لحد ما فهمتهم برضو انها بتسمع وسكتتهم خالص بس في وقت ما كان مستنيها لأن فيه سفوش وبتقوله انها جاي عشان ومش عشان نيان ونصحته يبعد عنها عشان هي باجر للنهاردة مع شادي وبجرى مع فادي فالله طب يا ستي متشكرين عن نصيحة وصابها موشي ولا كأنه سامح حاجة وهي لما رجعت القاعة المامتها ما جابت لهاش سيرة انها كلمت مينجي عن نيان ولما بدأ المؤتمر ودخل الاتنين قدام الصحافة بدأ مينجي اسمع اصوات الموبايلات من قبل حتى ما يقول ايوتها الجماهير العريضة واكتشف ان فيه سوى نازل النيان مع فادي وشادي وثلاثة اخرين وصف رهانم وبنتها كانوا فرحانين بنجاح خطته من اللي جايين مخصوص يتفرجوا عليها وفضلت الصحافة تسأل لو كانت الصور دي حيائية ونيان خداعيته فعلا بس هو ما استناش تبرللهم حاجة وخدها من ايدها وخرج من القاعة ورجع قد الفندق فلقاها كتباله انها بريئة فقال لها ما تشيليش هم وانا هتصرف وخرج مع سكرتيرو برا ولقابي يقوله دي فرصة ما تتعودش واطلع قول انك كنت ضحيتها وانها خداعيتك وكده الرأي العام هيقف صفك بدل ما جدك يعمل منك بسطرمة فقال له انا مش هتهمع ظلم واحنا عندنا ولاية وطبعا صاحبتنا كانت سامع كل ده وطلعت قالت له انا مش هورط حد معايا وهطلع للصحفيين بنفسي فامينجي مناعها وقال لها وراك رجالة وانا هتصرف وراح واخد السكرتيرو ورجعين على القاعة عشان يلاقي الصحفيين ملمومين على صفر هانم وبنتها واللي اتنين عملين يأكدوا الصور من تحت لتحت فامينجي اتحشر في النص وقال محدش يقول كلمة واحدة عن خطبتي من غير دليل واللي عنده دليل ان الصور حقيقية يجبهولي وهديله مكافأة كبيرة اما اللي بيفتري وخلاص فيخاف مني وكلامه ده خل انفسها واما يعرفوا ان ينمي السهلة خالص بما انها قدرت تخلي منجي يدفع عنها في يوم وليلة وقامل ما يسيبه القاعة جاد دادة وقفت صفرة هانم وشكلها كده تعرفها من زمان من ايام كانت صفرة بس من غير هانم وبعد ما خلص المؤتمر طبلت له نيان على موقفه الشاهمة فقالها ما تفرحش قوي كده عشان مخصوم منك خمسين نقطة فحست نيان المدرسة في الاخر هتروح للورصة بعد عمر طويل وثبيت وراحت تشوف شمطتها فين فراح له السكرتير وقال له ان ابوك زعلان منك ابي ودي حاجة شافها منج منطقية عشان اكيد ابو زعلان انه خرج عن طوع ورفض يتجاوز سوزي اما نيان فوهية طالعة تدور على شمطتها شافت مرات ابوها مع الدادة وسمعت الدادة بتقول لها ان الولاها ما كانتش تجاوزت عزت بيه وواضح كده ان الاتنين بينهم صر لان الدادة هددتها وقالت لها يتدافع يرفضيحا بس للأسف نيان ما سمعتش بقى الحوار عشان السكرتير جي يديها شمطتها بس خليته يوديها للمدير ويعرفها من الست دي فقال لها انها دادة اسمها لان فرجعت بالذاكرة الورا وافتكرت ان دي الدادة اللي كانت عندهم في البيت زمان وهي اللي كانت بتدي مامتها الدوة فطلبت رقمها من المدير ولما حاولت تتصل بها ما كانتش بترد ابدا وقعدت بنتنا تربط الخيوط ولات ان الدادة دي وباها طردها اول ماماها ماتت وبعدها على طول اتجاوز صفرها يلمي بقى احلاقتها بالدادة وبعد ما جابت اخرها في التفكير قالت للسكرتير يطلب لها اجازة من منجي كم يوم عشان لازم ترجع بيتها ضروري ولما وصل الخبر لمينجي ما كانش فاهم الساب اللي خلاها عازها ترجع للبيت اللي هربت منه فالسكرتير حكاله على حوار الدادة وفعلا رجعت نيني البيت وقابلت نفيسة اللي عملتها وحش وقالت لها جاي بيتنا ليه فقالت لها لا يا حبابتش ده بيت ابويا فجي ابوها شخصيا يقول لها لا انت بنتي ولا عرفك بس هي راح تتكلمت معاه وحاولت تحنن قلبه عليها عشان مش هتعرف تقع التحقف موت امها غير لما تكسب ابوها والرجل الحمد لله طلع بيتصالح بسرعة بالعندي في نفيسة وامها وفي الوقت ده كان منجي عامل مش مهتم ولا قلقان عليها وهي في بيت ابوها لحد ما قرر الروح يناك عشان يتكلم مع الراجل في شغل وحنا هنعمل نفسنا نصدقين ان ريح للسبب ده وعلى الغدى بتقولني يالي باباها انها عارفة قدي ايه ما ميتها جراحته لما خانته بس هي في النهاية امها وعايزة تقرأ مذكراتها فقال لها هتلاقاها في المغزن يا حبيبة بابا بس للأسف مش هتلح تدور عليها عشان كلموها من المدرسة وقالولها تيجي بسرعة فانتهزت الصفرة الفرصة ودخلت هي المغزن تجيب المذكرات وفعلا انجابتها بس لقيت نيان بتفتح عليها النور وبتقول لها ان هي السف ومطممتها وواجهتها بسلتها بالدادة بس الست قالت لها انت تعبانة في دماغك وبدل ما تتهميني لو ممك اللي سابتك وما فكرتش فيك قبل ما تعمل عملتها وقامت بطلع من شنطة نيان جهز نسجيل وقالت لها لعب غيرها يا حلوة وبلاش الأفكار المهروسة دي وسبتها ومشيت بس نيان فضلت متأكدة ان الست دي ليها يدف موت أمها ولما طلعت الجنينة لايت مينج وراها وبيقول لها انه جه ياخدها فقالت له انها هدبت هنا النهاردة فقال لها حلوة انت عيلة من حواري كاليفورنيا وما فيهاش حاجة لو بدت عندكم النهاردة ده نفنم خطيبك يعني وروح استئزن ابوها وطلعوا الاتنين قضيتها اللي ما بتدخلهاش أصلا عشان هي عايشة في المدرسة وصمم مينج انها تنم معا في قضة واحدة وما ينفعش تقول لأ حسب كلام العقد لأ وكمان نيمع على الأرض رخامة كده وينام هو على السرير وقعدت نيان تفكر في اللي حصل طول اليوم وجاه على بل ان انفسة ممكن تكون بنت ابوها فعلا مش بنت مراته بس وانه كان يعرف السفرة من زمان وبخبي بس عقلية كونان دي ما استمرتش كتير عشان صاحبنا كان خايف من قصص الأشباح اللي قعدت تحكيها له لما جوم ينام ورح لزق جنبها فحست نيان انه طلع هايف قوي ومش لها على البدلة اللي كان لابسها وقالت له اغنية تعلمت تغنيها لما موتها ماتت وما بقاش في حد يحميها من الأشباح فصعبت عليه قطر خيره سبلها السرين ونام هو على الأرض وتاني يوم قاعد يبحلق فيها وهي نايمة وبنتنا السوسة كانت صحية وحاسها بيه بس عمرها ما تروح تقول وبعدين بتنزل تحته بتلاقيه قاعد مع أبوها بيقنع يبيع له الشركة فالرجل بيفكر ان ينسى الحيطه مخصوص عشان تماهد الجو الخطيبها وطبعا اللي عمله ده قلب أبوها عليها وده ما ينفعش خالص في الظروف دي بس رحت وقالت له ان الشركة كده كده وضعها صعب وجايب وخسر عليه وعلى شركته فليما يفكرش يبيع وقالت له كمان انها هتدعم قراره مهما كان فخدها ورجع لمينجا وقال له انه موافع على عرضه مقابل انه ما يسرحش موظفين الشركة ويعمل له حفل التقاعد ولسه يضبها يوقع جات الصفرة وبنتها يقول له ما توقعش دي بنتك بتضحك عليك فقال له ومشوا على قواتكه ووقع العقدة عادي جدا وبعدين رجعت معا على بيته في دي الايام مش مرتاح لتصرفاتها لانها تخرج الصبح وترجع متأخر ومش بتقول له بتروح في الفعز ما هو مشغوله وبيتعلم لغة الاشارة في السر عشان ما تنفشهش وتعرف انه مهتم بيها المهم يعني طلب من السكرتير يدور وراه وبعدين رجع في كلامه عشان هو تقيل قوي ومش مهتم ولا حاجة لحد ما لقاها خارجة متأخر قال ما بدهاش بقى ومش وراها ولقاها راح اتقابل راجل في كافيه فصورهم وبعت السورة للسكرتير عشان يعرف اصله وفصله مع انه لو كان قرب منهم شوية كان عارف ان ده محقق خاص مشغالانيان عشان يحقق في مطممته وكان بيطلب فلوس زياد عشان المهمة صعبة وفي يوم كانت نيان بتكمل تحقيق واتطر التروح بار بس يا حبيبتي ما لحقيتش تدخل عشان الراجل الشاي بالعيب كان هناك وخدها هو ورجالته بالعافية برضو قال لي استفرط بيها بس منجي جابه من افاوي نزل فيه تلطيشه بعدين راح خدنيان اللي حضانته اول ما شافته حسيت انها اخيرا في امان ولما رجعوا البيت ده هلها مرم على جرح دهرها وحاولت تخبي احراجها واكسفها بس شكل صاحبنا هو اللي خفيف لانها اول ما قربت منه عالكنب عشان تجيب شمطيتها اغمى عليه خالص وراح منها اولا يغم عليه لحد الصبح وسحي لقاه عمله لفطار ما يحلمش بيه وبعدين جاله تليفون من السكرتير عارف فيه حوار المحاقق وانه مش عايز يكمل من غير فلوس فقال له انه هيكفل بكل المصاريف وفي الوقت ده كان وصل لنيان خبر من الراجل وقال لها انهم لقوا الشخص اللي بتدور عليه وهم بيشتغلوا على عضايا تانية ويوم حفل التقاعد ابوها راحت نيان مع مينجي وكان معها فستان تاني هتلبسه هناك وساعتها مينجي ما كانش فاهم الساب لانها كانت امر بالفستان اللي لبساه عادي وبصراحة ولا عمره كانها يتوقع ان نيان جايب الفستان عشان تضي العصير على هدوم مرات ابوها وتقول لها ولا يهمك يا حبيبتي انا معايا فستان زيادة ووقتها صفرة هنم بتاخد الفستان وبتتفاجئ لما بتشوفه هي لوحدها وبعدين بتلاقي نيان وراها وبتقول لها ايوة دي هدومك لما كنت جرسونة لا رحتي ولا جيتي وقالت لها نيان انها كشفتها وعرفت ان انفيسة تبقى اختها من ابوها والنوم كانوا على علاقة بعض من ايام ما كانت مامتها عايشة بس ستة قالت لها ما تلومنيش ولوم وامك اللي معرفتش تحافز على جوزها وقعدوا الاتنين يضربوا في بعض والمفاجأ ان كل ده كان بيتعرض للناس على شاشة الحفلة فابوها قفل الفوديحة دي بسرعة ودخل لهم هو مينجي وقال لهم انهم اتصوروا وتفضحوا وفضحوا معاهم فالصفرة قالت له اكيد بنتك الخبيثة دي هي اللي دبرت لكل ده وكانت لسه هدربها بس منينا قال لها ايدك لا توحاشك والحقيقة ان نياني اعترفت باللي عملته عادي جدا بس جابت ورا لما وابها قال لها انها كده فضحت وخلت شكلهم وحش وحست انه موت مامتها ومش فارق معايا فما بقتش عاد فتقول ايه لحد ما مينجي فضح صفرة هانم قدامهم وقال انها خدت فلوس من الشركة اللي حسابها وصفرتهم على برا وان الحاجة عايزة تطلع متجاوز حرامية وسببها شركته فلست فطبعا الستة نهارت وقالت له انها عملت كده عشان تأمن مستقبل بنتها اللي ابوها مش راضي يعترف بيها فقال لها انفيسة دي بنتي وحبيبتي واللي عملتي مش مبرر وفي نص الخناء دخلت نفيسة تقول الحاو يا اهل البلد الناس برا بتقول ان موما كانت جارسونا مش ولابود فخرج يسكت الناس وحاولت الستة تتعرض لنيان فمنجي زقها وكان هياخد نيان ويمشي بس انفيسة كانت عايزة تموتها بالسكينة وحاول منجي وقفها واتعور في ايده وطبعا كان العادة وقع من طوله اول ما شاف الدم ولما بيرجعوا البيت وبيكون لسه نايم بتعرف من السكرتير انه بيغمع عليه لو شاف دم او لاقى نفسه في مكان او وضع مش مريح وساعتها ابننا كان بيحلم بكابوسه وبيفتكر لحظة ما شاف ابو واقع من فوق سطح العمارة في نفس الوقت اللي كان فيه ناس كتير اوي بيخبطوا على باب شاقتهم وعايزين ابو يدفع الفلوس اللي عليه المهم بيسحى منجي مغدود وبيلاقي نفسه حضن يان لا اراضيا كده وبعد ما فقفت له انت ان حل بعض وكانوا نياويين يعملوا حاجة استغفر الله العظيم لولان السكرتير دخل عليهم وقال لنيان ان باباها تحت وعايزها ولما نزلت له لقيته معاه محضر البوليس وبيقولها خلي خطيبك يمدع التنازل لحسن اختك تتحبس فقالت له بس ما تقولش اختك وخطيبة حبيبي مش هيتنازل غير لما اطلع مراتك الصفرة وتكتب لي املكك كلها وسيب لي انفيسة شوية اسم على جنب كده وكفاية عليها اللي نهبته اي امها وفعلا رجع البيت قال لي مراته انه هيطلقها وحكى لها اللي حصل ودي طبعا حاجة مستحيل صفرة هينم تسقط عليها وفي الوقت ده كان مينجي ونيان التفق يتواصل بلغة الاشارة بدل ريكوردات الموبايل وفرحت اول لما تعلمها مخصوص عشانها وتاني يوم رحت نيان بيت اهلها وقالت لمينجي مفيش داعي يروح معاها وهناك طلبت من موباها ان صفرة هينم تسيب البيت ما ما يبقاش طلع على ورق فقال لها كفاية اصار الجدل ودوش خلينا نخرج اختك من السجن بس اصارت الجدل الحقيقية وصلت لما سكرتين مينجي دخل عليهم بالددل اللي كانت شغالة عندهم زمان واعترفت قدام عيزة بي ان مراته حراضتها تغير الدواء لأم مينيان وقعدت تتصل بها وتضغط عليها وتستغل انها مكتبة لحد ما خلصت على نفسها لأ وكمان قالت لهم على رقم تليفونها يعني اعترفت عليها بالمستندات ودي كانت اول مرة عايزة بيه ما يسدقش دموعه وقال له ما انا خلصت اللقطة السيدي دي وما ليش علاقة بيها بعدها رجعت يان في العربية مع السكرتير بس كان شكلها محبط وقالت له ينزلها وفضلت تمشي لوحدها وهو وراها بالعربية لحد ما كلم مينجي وقال له يرحاها عشان الانيسة عملة تشرف فوق السطح المول وعايزة تنط فطبعا دي بسرعة وقدر يرحاها وسعيتها اخيرا نيان نطقت ونادت بصوتها علي على مامتها وتاني يوم سحيت نيان لقيته نايم على الكرسي جنبها وغالبا كده جاله غضروف واول مصيحي وحكالها انها شربت كتير اتكلمت من غير ما تحس وعملت احتفالات رهيبة انها اخيرا قدرت تتكلم وقالت له انها مش عايزة تبطل كلام فقال لها بس كده بينا على عيد ملاك جده وقضيها راغي مع تنطاتي وهناك بعد ما الاندهاشات خلصت انها بقت تتكلم خده جده مكتبه وقال له ومش ان الاوان تسيبت يان وتستنى سوزي ترجع من السفر فلا ابي يتهرب وراح اقيله انه متمسك بنيان بس عشان ما يلبسش جوازت سوزي والحقيقة ان جده هو اللي لبس شخصيا عشان لما جوم ياكله الطور تانيان قالت انها عندها حساسية من الايس كريم ومش هينفع تاكل ودي حاجة خلت رجالة العيلة يتنحل بعض وبنعرف بعدها ان ابو مينجي كان عنده نفس الحساسية وده اللي خلى جده يطلب يتعمل لها دي ان ايه من غير لا هي ولا مينجي يعرفه وشكلنا كده دخلنا على عيش الممنوع الجزء التاني المهم خلص عيد الميلاد واتفق اولادنا وهما راجعين البيت انهم هيفساخوا العقد بكرة بما انهم حقق اهدافهم ما بقاش في حجة تستمر عشان عالكتهم الفيك خصوصا ان هي اللي فتحت الموضوع وفي اليوم ده محدش فيهم نام من كتر التفكير هي عايزة تمشي عشان جده عايزة تسيبه ويتجاوز سوزي وزعلان ان الممسكش فيها ووافق يلغي العقد وهو عمال يفرق عشان حاسس انها مسدات المصلحة تخلص وتسيبه وفضله على الحال ده لتاني يوم واول ما شافها نازلة بشانتة هدومها وبتقول له الوداع قال لها طب بس خد يشوف الفايلات دي الاول ولقيت ان عم هونجو هو اللي صورها في السر وكان بيرقابها ففهمت انه ممكن يكون سبب كل البلاء وممكن عن طريقة برق امها وصمعتها فقالت لمينجي معلش لو ما فيهاش اساءة اذب يعني انا هشرف عندك كم يوم كمان هشوف الحوار ده وهي مصلحة اخلاعك من حوار سوزي لحد ما تقابل حبك الحقيقي فمنينة مينجي حناكة قال لها فكر رغم انه كان علميا على وشك يقوم يرقص انه خطته نجحت واقناعها تفضل اما جده في ساعتها كان عارف المفاجأة الكبيرة لو هي انيان حفيته فعلا فراح لهم البيت بس ما حكاش حاجة ولما منجي قال له انه مش هيجوز سوزي وما فيش غير نيان فقالبه الراجل قال له عندك حق يا حبيب جد والحب الحقيقي لازم ينتصر طبعا وقابل ما يمشي طلب من نيان تي نديب جد وعاديك منهم عيلا واحدة وكده المهم ان الكلام اللي قاله منجي الجد وما يمشي نيان خالص من كتر محسة انه طالع من قلبه مش مجرد تمثيل وقعد التفاكر لو كان فعلا بيحبها وتاني يوم قابله جد وقال له لازم تتجاوز خطيبتك الشهر الجاي عشان ابو سوزي عايز يشوف عرصتك اللي خليتك تصرف نظر عن بنته وان كان عطرومة بتاعتك يعني هبعت لك دكتورة على البيت يعمل لك خطة علاك تخرج منها زي الفل وفعلا بييجي الدكتور بس بيلاحظ صعوبة كبيرة في حالة منج فبيقعد معنيان على انفراده بيقول لها ان خطيبها عنده الترابة بعد الصدمة وبيقدرش يلمس الناس ولا حتى يسلم عليه من كتر التراست إيجوس وهنا افتكر اتنيان انه ضرب ناس كتير عشانها وكمان سبعت حضنه وهي خايفة وسعيدها رغم كل مشاكل وقالت ان المراضي هيكون الدور عليها تساعده وفعلا بدأت تشتغل على التواصل الجزية زي ما قال الدكتور لدركة انها راحت معاه الشغل بالعافية وما سبيتش ايده لحظة واحدة حتى لو فضل يفرق ويصيح من جواه بس السياح الحقيقي حصل لما فرجته على فيلم رعب وانتو عارفين مينجي بيخاف من خياله ففيدل لزق فيها طول الفيلم وبيصوت لحد ما النور قطع قامت مسوطها هي كمان وفيدله حضنين بعد في الضلمة للعافية يطلع عليهم من التلفزيون وبعدين هديتنيان وقالت له بينا ننزل نشوف مولد الكهرباء بس الكعبلت وهما نزلين وواعد فوقف منطقة محزورة بس هتنفع في العلاج قوي مع انه فيدل واقع مكانه وامتنح فالبنت الكسفت وقالت لنا طالع عنهم وخلي النور قطعها ويداري كسفتي بس ما خبيش عليكم منجي كان مبسوط باللي حاصل وهي كمان صحي تاني يوم تفتكر اللازي مضى قبل ما تحاول تصحصح كده وتقول انها كانت مجرد غلطة وساعيتها حست بيه قدام باب قضيتها ولما ما دخلش ومش حست ان وجودها في البيت ملوش لازمة ولا معنى وكانت بفكر ترجع المدرسة لحد ما لقيته بعت لها رسالة وبيقول لها انها يصلح المولد بالليل فارتاحت انه مش بيتجنبها وقالت انها هتعمل عشا جميل لما يرجع فقعد يعد الساعات لحد ما يرجع لها تاني وبعد اللي اهدت بعت له وهي في السوبر ماركت بتشتري حاجات العشا انهم هيتفرجوا على فيلم بالليل والمراضي تدور عليه يختار الفيلم فاتحمس قوي وبدل ما يختار الفيلم راح يختار خدم الجواز بس ما تدنيش فرصة لحي أغني شباك نفدي بليت وقارينا فاتحيت وعشان صفرة هانم رجعت تاني وخدت نيان على سطح المول واتصلت بها قالت له تعالي علي هناك لو عايز تشوف حبيبت القلب فطبعا جري علي هناك ولقاها بالكهرباء وهابي لا هدف عشان هي صفرة ولما ساومها بفلوس قالت له انا مش عايزة فلوس انا عايزة اتموت زي امها واشوفك مأهور عليها وكده هبقى متكيفة اوي ورحت زاق انيان من فوق السطح بس منجي جري يلحقها وامسكها من ايدها الاتنين وعلى ما طلعها كانوا رجال تووصلوا وخدوا صفرة هانم ويا رب نرتاح منها ونخلص وفي دل هو معانيان على السطح ويحضنها ويطبطب عليها ومحدش فيهم كان مصدق المصيبة اللي كان ممكن تحصل ولما حس منجي ان الحياة سيارة ومحدش عارف بكرة مخب ايه ادها الخاتم وعرض عليها الجوازه وبنتنا وقفقت في ساعاته عشان الولد شهمه وامره ومايتسابش بس يا ريت ما ننساش ان احنا لسه في العيش الممنوع الجزء التاني حين اشعار اخر وعشان تكمل على الاخر بقى العريس والعروسة راح يقصه فستان وبدلة الفرح وواضح كده ان منجوج مبقاش عنده مشاكل مع التواصل والجسدي ولا تدمه وان نينجحت فعلا وساعدته يتعالج وكان نفس الظروف تبقى احسب من كده وابرك للعريسان بس نينج شخصين هتاخد صدمة عمرها دلوقتي عشان تاني يوم عمه هونج جالها البيت وورها التحليل وقال لها انها يا سبحان الله بنت ابو منج ايوا يعني علميا كده هي ومنج اخوات من الاب وقال لها ان من عشرين سنة مامتك واخوية حبوا بعض بس جدك وقف قصات حبهم ووقتها مامتك كانت حامل فيه كفا جاوزت عزت به وبعد عشر سنين رجعت تقابل اخوية تاني وانا صورتهم وهم ساووا مامتك رجعت له تاني برضاها وفي اللحظة دي تمنيت نيان ان الزمن يقف وتخطفي من الدنيا خالص لانها كانت قدام السبتين الاولى لمامتها ما تلعيدش مظلومها والتاني ان اللهم احفظنا كانت على وشك تتجاوز اخوها فخدز التحليل وطلعت من البيت وبعدها اتصل هونج بمينج وقال له ان عايز يقابله في البيت اما نيان فرحت بيت باباها وسألته لو كان باباها فعلا وترجيته يحكي لها الحقيقة كلها فوافق بس قبل ما يحكي حاجة والصلاة تستحمل اللي هتسمع وتتحمل عواقب الحقيقة دي وفي الوقت ده كان مينج وصل بيته وقابل هونج اللي قال له ان نيان بعد ما قالها الحقيقة المرة اللي هيقولها له دلوقتي وشرح له انها طلعت بين ابوه بالمستندات وبعدين قال له تفتكر ازاي جدك وافع على الجوازة دي لو كانت نيان اختك فعلا ايوا ياولاك ده مينج هو اللي مش من العيلة وطلع جده متبنيه ومصفره بره بخصوص وعلمه وبعدين رجعه يمسك الشركة ولولا ان الرجع ما كانش هونج عارف ان ابو خدي على العيلة كلها وهدد مينج يسيب الشركة وإلا هيكشف سره بس الحلو ان العيشق مطلاش ممنوع وهغني شبكنا بدبلته وقارينا فتحته براحتي بس انيان في الوقتي ده ما كانتش تعرف غير اللي عرفته وقعدت تسمع عزت به وهو بيحكي انه تعرف على مامتها وتجوزها بحكم الشغل وحبها بس ما كانش يعرف انها حامل ولما عرف قال لها انتي وبنتك في عنايا بس جوازه ما كانش سعيد لانها عمره محبته وراح يدور على الحب عند الصفره اني موسى عيتها خلف منها انفيسة ولما علاقت مامتها تفضحت رامت نفسها وهربت من الفضيحة طبعا الكلام ده كله كان تقيل عليها فطلعت تعايت عند قبر مامتها وتقول لها قوليلي اعمل ايه وناسبت رجالة الدنيا كلها ورايحة احبها اخوي ده غير ان سمعيتك بحاول اردها لك من سنين تلع الكتبة كبيرة وفي الوقت ده كان منجي عرف مكانها من السكرتير وراح المقابر وسمع كل حاجة ورجعت نيان البيت وكان خلاص بتلمي هدومها وماشية بس منجي وقفها وقال لها مستحيل تمشي فانهارت فجأة وطلعت كل اللي كانت كتبة في قلبها وقالت له المستحيل اللي بجد هو اننا نبقى سوا عشان احنا طلعنا اخوات 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 قال لها هايل يا فنانة بس الكلام ده هناك في الافلام الهندي بتاعت التمانينات انما ده مسلسط سيني عادي وانا اساسا مش اخوكي ولا من ناس للعيلة بتاعتكو دي وساعتها نيان روحها رجعت لها تاني وحست ان اخيرا في حاجة عادلة بتحصل في حياتها وقالت له انهم الاحسن يسيبوا البلد خالص فحدانا وقال لها انه مش هيقدر يسيب جده خالص ولازم يفضل جنبه هو اساسا مرحب بوجودها دي مهما كانت حفيدته يعني وبعدين حكالها حكايته وقال لها ان مامته ماتت وهي التولده وعاش مع بابا اللي عنده مصنع على قده وفي يوم شركة جده قررت تشارك بابا في المصنع والراجل المسكين افتكر الدنيا تتحكله بس في الاخر ضحكوا عليه ورموه في الشارع فرمى نفسه من كتر الديون اللي بقت عليه وفي الوقت ده كان جده بيدور على ولد في الملجأ يقول ان حفيده بعد ما ابنه مات في حدسة عربية وساعتها منج عمل المستحيل عشان الراجل يختاره وبكده يكون دخل العيلة ويبدأ ياخد حقه ابوه بس اكتشف بعدها ان عمه هو اللي كان ميضبر لكل ده وان جده راجل محترم وملوش في حاجة وبعد ما خلص الحكاية قالت له نيان انها تفضل بس عشان وجوده في العيلة مهم وهي مستحيل تسيبه فقال لها وهو قلبه بيتعصر يا حبيبي ان جده عايزه يتجاوز سوزي عشان يعرف يعلن ان نيان حفيدته ويسبق هونجا قبل ما يكشف السر للصحافة لاني ده هيأثر على مستقبل مينجي والعيلة كلها ولو حتى ما اكشفش هو مستحيل ينزل خبر ان مينجي بيحب اخته وهنا نيان عرفت اللي فيها واعنيها بان عليها وقالت له انا حلفت ان مش هسمح لحد يسيبني تاني فالمرة دي انا اللي مضطرة سيبك عشان ما يخلصنش حياتك تبوز بسببي وسبيت له البيت واللي اتنين كانوا مجروحين ومنهارين لحد ما رجعت نيان على المدرسة ولقت صاحبة مامتها اللي شغالة معاها بتديها مذكرات مامتها وبتقول لها انها كانت مخبيها عنها عشان حياتها بتتأثرش بس اني الاوان تعرف كل حاجة وفعلا بتفتح المذكرات وبتلاقي مامتها حكي انها ما حاولتش يتقابل حبها القديم غير مرة واحدة بس لما اصر يشوفها وساعتها حاول يتهجم عليها بس هي جريت منه بعدها اتصل صالحة وقال لها ان اخوها هونج شربوا حاجة اصفرها ساعتها ومن ساعتها متعملتش معاتها يعني لحد ما لقيت هونج بصورهم وهم سوا وقعدت تقول انها ست شريفة وعمرها مخانت جزا ولا اهملت بنتها فاللي فترع الناس يعني وساعتها انيان حست بالزنب عشان شكت في مامتها وكان عندها خطة صحية نفذتها تاني يوم ولبست في استان الفرح واكتحمت المؤتمر الصحفي اللي هيعلونه فيه خطوبة مينجي وسوزي وقالت لهم مساء الخير يا جماعة مفيش سوزي ولا رودي لان انا ومنجي بنحب بعض واساسا بقى انا حامل وبس بقى هي قالت الكلمتين دول من هنا والصحفيين فيدلوا يعملوا دوشة لحد ما هونج دخلوا قدوم خبر صادم جديد وهي انيان حفدت العيلة واخد منج فسابوا حوار الحامل وقعدوا يقولوا هي الدنيا جرى فيها ايه جدعان لحد ما جدوا جاب لهم اخر خبر بقى وقال لهم انه متبني منجي وانهم مش اخواتوا يجوزوا البعض عادي وان شاء الله يفرح بهم قريب لحد هنا قدروا يلموا الليلة بس طبعا مسك هونج بهدلة بعد المؤتمر ومشي مع نيان وفيد الهونج يغيز في منجي ويقوله انه ايامه في العيلة قربت تنتهي وبعد كام يوم اتكلمت نيان مع جدها لما لقيته حيران يورس الشركة المين وقالت له ليه انا طبعا يا جده وانا اكيد لما اتجاوز منجي هيساعدني وانت كمان حسك في الدنيا وهنعوض اللي فاتنا سواه وكان باين في عينها نظرة انتصار كده وشكل خطتها بتنجح وفي اجتماع مجلس الادارة بيعلن جده انه هيخلي نيان رئيسة الشركة وان شاء الله هونج يغبط راسه في الحيطة بس هونج حاول يعمل شوشرة ويقول انها مش حفيت العيلة وهنا بنعرف ان منجو كان عارف كل حاجة من البداية وعمل عبطة عشان يوقع هونج واكد للكل انها حفيت العيلة ده غير ان نيان طلعت مذكرات ماميتها وفضحته فقبوت بره منه وحرمه من المراز زي الافلام بالزبط وبعد الاجتماع اعتذرت نيان لجدها وقالت له انها عملت كل ده بس عشان تثبت برات ماميتها وانها مش طمعانة في الشركة ولا الادارة فجدها قال لها تاخد وقتها لحد ما تتعوده ووصى منجي على الشركة وبعد ما الراجل ماشي راحت نيان على المدرسة وثابت هوقف يكلم نفسه واول ما وصلت عرفت من المساعدة ان فيه مشكلة عند قبر ماميتها فجرت على هناك بس هيتزيت اول ما لات ان المشكلة ما تلعتش مشكلة وتلعت عرض جوازه ومنجي صرفه مكلفه وكاتب لها جوابات بيقول لها فيها ان وجودها معاه اهم من اي هدف كان عايز يحققه وانه ما بيحبش ولا عايز غيرها وبعدين طلع لها من وراء الشجرة يطلب ايديها تاني فقالت له انها موافقة وهتديله فرصة تانية بعيدا انه سابق اماكن الدنيا كلها وجاي يتجوز في المقابر وهنا يكون خلصت واعتبروني انزلت بشريتي انهاية السعيدة بعد ما خلصنا من كل الاشرار وعاشوا ابطأنا في تابات ونبات وما تنسوش تقولون رأيكم في الملخص وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل ملخصاتنا اول باول وزقوا معنا القناة بقى عايزين نفرح وسلام